رحمة الله أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء حياكم الله بدرس جديد طلاب صفة ثانية متوسط وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي من كادر الأستاذ العراقي واليوم رح نبدي بشرح موضوع ثاني هو موضوع التملك أس التملك بالبداية احنا خلينا نعرف شنه يعني أس التملك أس التملك هي شي ملك يعني أنا يريد أقول كتاب علي شون أقول ما يصر يقول بوك علي غلط فأنا ش راح أقول راح أقول علي علي عليز بوك هذه هي أس التملك يعني كتاب علي أريد أقول سيارة نور راح أقول نور شوف هاي الأس هاي نور وحط أس هنا وحط فارزة فوقها نورس بوك يعني أو كتاب نور أو كار سيارة نور هذا هي أس التملك هذا هو موضوع مجرد أنه هو أس التملك طيب هاي واحد هس أريدك تكتب يمك ملاحظة اكتب يمك ملاحظة إذا كان الاسم الأول هذا هو الاسم الأول جمع جمع نضع الفارزة بعد الأس إذا كان الاسم جمع نخلي الفارزة بعد الأس مثال علي هس أنا عندي مثلا بوي بوي معناها ولد بويز بوك كتاب كتاب الولد هاي هاي معناها كتاب الولد بويز بوك أريد أقول كتب الولد يعني هذوله جمع راح أشير هاي الفارزة منها وأخليها هنا صارت بويز بوك هذا هو موضوع هنا الفارزة صير بعد الأس صارت بويز بوك هذه هي الفكرة بس مجرد لما تجيك جمع خلي الفارزة بعد الأس لما تجيك جمفرد خليها قبل الأس زين أكو سؤال مهم شلون أعرفها هي جمع تجيك علامة عليه تجيك علامة عليه وهسا راح ناخد أمثلة أخرى حتى نوضح لك الفكرة أكثر وأكثر يعني من الأشياء الجمع مثلا تجيك these these أو those these أو those مثلا هاي الدل على الجمع هسا راح ناخد أمثلة ونشوفك الحال خليك وياي